وفي بغداد استبعد عضو مجلس النواب كاظم الطوقي تغيير قانون الانتخابات الحالي بظل التحركات والتوقيع النيابية لبعض الكتل السياسية فيما أكد أن استمرار خلو منصب رئاسة البرلمان يعرقل التصويت على التعديل الجديد للمقترح وتبع أن الحكومة الحالية تركز بالدرجة الأولى على تنفيذ البرنامج الحكومي بصورة كاملة بينما إجراء انتخابات مبكرة يحتاج إلى تهيئة مناخ مناسب ودخول حكومة السوداني بتصريف الأعمال وهو غير مطروح حاليا وأشار إلى أن توجه الحكومة والقوى السياسية إلى إجراء انتخابات مبكرة سيؤدي إلى إيقاف جميع المشاريع بينما ترفض الحكومة عرقلتا تنفيذ برنامجها